اشتركوا في القناة غير ادوية المانيزيوم بساعد نرخي عصابنا مظبوط المانيزيوم اكتر شي معروف انه بساعد لتهدئة العصاب بس لازم نعرف شغلة كتير اساسية هي انه المانيزيوم دوره بصحتنا وبالجسم اكتر من كتير من تخفيف التشنيج هلأ صحيح انه المانيزيوم بيدخل بيمكن الكنتراكسيون مشكلير يعني قديش موجود كمانا بالعضل بس هو اهم شي موجود بالجسم يعني اذا بدنا نحطه كمعدن هو من تالت او رابع معدن باهميته بالجسم لانه هو منه بس موجود بالعضل بالاكيد له علاقة بكيف المساج نيرفي ممكن انه يقطع ولكن كمانا المانيزيوم موجود بعضمنا موجود بعدة نشاطات الجسم بحاجة الى كرميلة يشتغل وهون اهمية انه نكون عم ناخد كمية كافية من المانيزيوم من خلال اكيد نظامنا الغذائي وفي كتير دراسات عملت على علاقة المانيزيوم ببعض انواع من الامراض مثل مثلا السكري مثل الميغران وهلا رح نشوف سوا استيفاني اذا مضبوط ولا لا استهلاك كمية عالية من المانيزيوم ممكن انه تساعد ان كان لتخفيض السكري او يمكن لمشاكل قلب وشريين او حتى بالميغران عم يسألوني هل المانيزيوم بيفتح القبلية بيفتح القبلية هلا دايما بالمطلق عادة استيفاني وقت اللي ما ننسى كمين انه المانيزيوم قبل ما يمكن نحكي عن هالموضوع هيدا المانيزيوم عادة بنعطى كمكملات غذائية بالاضافة لغير فيتامينات منها الفيتامينات البي بالاخص وفي بعض الاشخاص بس يتناولوا هالمكملات الغذائية اللي ممكن تحتوي على هالفيتامينات اللي هنا نقصة بجسمهم ممكن هيدا يقدي لزيادة بالقبلية دايما خلينا نفكر انه نحنا وقت اللي ناخد مكمل غذائية فيه بس فيتامين ومينيرو وهالاشياء هول واذا بيفتح لنا القبلية يعني نحنا بحاجة انه ناخد هالمكمل الغذائية دونك ممكن يفتح القبلية عن بعض الاشخاص خاصة انه المانيزيوم كمان ممكن انه يساعد بي متل ما كنا عم نقول قبل بالريتم كاردياك وبتهدئة الاشخاص والشخص اللي مرتاح عادة يمكن بيكل اكتر تفتح قبليته اكتر دونك هيدا هو الموضوع بين المانيزيوم وفتح القبلية خلينا نحكي اول شي ستيفاني عن وين موجود المانيزيوم اول شغلة كل الناس بتفكر فيها هي الشوكولات هلأ صحيح انه بالكاكاوو يعني وقت اللي نحكي عن شوكولات فيه نسبة كاكاوو عالية يعني عم نحكي هون نحنا فوق ال 60 بالمية نسبة المانيزيوم ما زبوط عالية بس ما ننسى متل ما دايما بقول انه الشوكولات بيحتوي كمانا على سكر بيحتوي على دهون حتى ولو كان دهون جيدة حتى ولو كان اسود يعني نحنا دايما بالناس بتفكر انه هيدا الشوكولات اسود يعني فينا نكل قد ما بدنا بنا ننتبه فيه نسبة سعرات حرارية اذا مش اكتر من الشوكولات العادية لانه فيه نسبة دهون مهمة وعادة الشوكولات نوار بيضيفوله سكر زيادة بنا ننتبه الشوكولات اللي عم نشتري اذا كان نسبة الكاكاوو فيه عالية نشوف قدي نسبة السكر فيه لانه نسبة السكر يعني منعنا قليلة ننتبه على كمية الشوكولات اللي عم نكلها وما ننسى انه تنقدر نوصل لكمية احتياجاتنا اليومية بالمانيازيوم ما لازم نرتكز على الشوكولات في غير مأكلات بتعطينا كمانا مانيازيوم بشكل افضل وكمانا ممكن انه تفيدنا لغير عناصر غذائية منه وقت اللي نحكي عن البوكوليات العدس الحمص الفصولية اللي هي بتحتوي على نسب مهمة جدا من المانيازيوم الحبوب الكاملة يعني نحنا وقت اللي نستبدل الرز الأبيض بالرز الكامل وقت اللي ناخد مثلا باستا كاملة وقت اللي ناخد درع بدل ما ناخد يمكن رز أبيض ناخد البرغل الكامل الفريق هو اللي بيحتوي على كمية مانيازيوم أكتر بكتير من المانيازيوم اللي من الرز اللي هو ما بيحتوي على نسبة عالية من هالمعدن هيدا وأكيد ما بدنا ننسى المكسرات لأن المكسرات كمان بتحتوي على نسبة من المانيازيوم هلأ هون كمان ضلنا محترمين الكمية هاللي أكيد دايما منقول ما لازم نتعديها هاللي هي حصة أو حصتين بنهار وما ننسى نستبدل الزيوت اللي عم ناخدها بالمكسرات نتالي سؤال إذا عملنا فحص دام وما عنا نقص بالمانيازيوم هل فينا ناخد مانيازيوم تنريح عصابنا هلا أنا بالإجمال دايما أكيد أفضل نستشير طبيب قبل ما نقرر ناخد مانيازيوم لأنه فحص الدام لوحده منه هو بالضروري يكون دليل على كيف المانيازيوم موجود بجسمنا مشان هيك لازم الشخص اللي عم بيقرأ هالنتيجة هالفحص الدام يكون يعرف كيف يشخص ويعرف إذا مزبوط فيه من نقص مانيازيوم ولا لا لازم كمنا نشوف إذا فيه كمية مانيازيوم كيف هي بالأكل قبل ما ناخد على صحة السليمة مكملات غزائية بالمانيازيوم هلا ننتبه لنقطة أساسية أنه فيه معدلات معينة ما لازم نطلع فوق بالمكملات الغزائية للمانيازيوم اللي هي تقريبا حوالها 300 ميلي جرام بالنهار ننتبه قديش كمية المانيازيوم كمينة بالمكملات الغزائية يعني إذا المعدلات واطية ونحنا يمكن معدل المانيازيوم عنا بالدم واطي ممكن أن ناخد بس دايما دايما المكملات الغزائية ما نفكر أنه هي لأنه بس معدن وفيتامين فينا نكتر منها دايما ننتبه قديش عم ناخد دونك هاي دي بخصوص المكملات الغزائية وبما أنه فتحنا موضوع المكملات ستيفاني لازم ننتبه على نقطة أساسية أنه المانيازيوم من الأفضل ما ناخده كميلي تي فيتامين يعني ما يكون نرتكز على كمية المانيازيوم اللي موجودة بمكملات غزائية فيها غير إشياء خاصة وقت اللي نحكي عن المعادن التانية مثل الزنك والكالسيوم لأنه ممكن تأثر والحديد ممكن تأثر على امتصاص المانيازيوم لونك أفضل يتأخذ لوحده كرميلة ماء يصير فيه تأثير بامتصاص المانيازيوم ونقدر قد ما فينا نستفيد من هالمكمل إذا كنا عم ناخده هلأ في بعض الأشخاص ضروري أنه ينتبهوا على كمية المانيازيوم هاللي هني عم بيجسمهم هني الأشخاص هاللي بياخدوا كتير أدوية ديوريتيك يعني بتظهر الماء من الجسم لأنه ممكن هيدا يأثر على معدلات المانيازيوم من الجسم الأشخاص هاللي عندهم مشاكل صحية العلاقة بامتصاص الجهاز الهضمي يعني عم بيحكي عن أمراض العلاقة بالجهاز الهضمي كمين هولي لازم ينتبهوا على معدلات المانيازيوم وأكيد يحاولوا أنه يدخلوا الفئات الغذائية اللي حكيت عننا قبل بنظامهم الغذائي بشكل مستمر وبشكل منظم كرميلة يقدروا يأخذوا كمية كافية من هالمعدن لأنه بالنهاية النظام الغذائي ما في ريسك منه إذا نحنا نتبهنا أخذنا كمان ونسيت أحكي عن الخضرة الورائية الخضرة مثل السباني والسلق اللي كمان تحتوي على معدلات من المانيازيوم الحليب فيه كمانيازيوم دونك فينا نحنا من خلال نظام غذائي متوازن نوصل لإحتياجاتنا الكافية بهالمعدن هاي بالأول حكيت عن بعض الأمراض مثل السكري مزبوط هلا صحيح أنه الأشخاص هاللي بيأخذوا كمية كافية من المأكلات الغنية بالمانيازيوم السكري النوع الثاني بالأخص إذا فيني قول سيطر عليه أكتر بس هيدا ما بيعني أنه المانيازيوم لوحده هو السبب دونك مش بالضرورة أنه يكون المانيازيوم إذا أخذنا مكملات غذائية بالمانيازيوم هيدا يساعد للأشخاص اللي عندهم سكري الأشخاص اللي عندهم ميجرين يعني عندهم صداع وبتأثر وبأكيد شو عم بيأكلوا بالإجمال المانيازيوم ممكن أنه يكون يساعد لتحسين من كرايز الصداع دونك قبل ما ناخد المكملات الغذائية أكيد نستشير طبيبنا لأنه ممكن أنه يساعد هالأشخاص هول وما ننسى الأشخاص اللي عندهم مشاكل بطرقات القلب من بعد استشارة الطبيب ممكن أنه كمان المانيازيوم يقدر يفيدهم لأنه ما ننسى عضلة القلب هي عضلة وبحاجة أكتر من غيرها لهالنوع من المعدن دونك ممكن أنه يكون نحن بحاجة لهالمعدن تنساعد أكيد ما عم بعمم لازم نستشير طبيب دايما بس ممكن أنه تساعد بتحسين ريتم كاردياك عن بعض الأشخاص شكرا نتالي على المعلومات القيمة لديك للمشاهدين كمان مشاهدين وقفة مدد اشتركوا في القناة